أهلا بكم أعزاء الطلبة والطالبات في درس في مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني عنوان درسنا اليوم إسناد الفعل المعتل إلى الضمائر الجزء الأول الفعل المثال والفعل الأجوف ما هي الأهداف التي يتوقع أن نحققها بنهاية درسنا اليوم؟ أولا التميز بين الفعل المعتل المثال والفعل المعتل الأجوف ثانيا إسناد الفعل المعتل المثال والفعل المعتل الأجوف إلى الضمائر المتحركة والساكنة ثالثا توظيف الفعل المعتل المثال والفعل المعتل الأجوف في فقرة توظيفا سليما تعلمنا فيما سبق أن الأفعال في اللغة تنقسم بحسب أنواع حروفها إلى قسمين أولا الفعل الصحيح ما هو الفعل الصحيح؟ هو ما كانت حروفه الأصلية خالية من أحرف العلة وهي الواو، الألف، الياء نأخذ مثالا جلسة ألاحظ الفعل جلسة حروفه الأصلية هي الجيم، اللام، السيم أي أن حروفه الأصلية خالية من أحرف العلة الواو، الألف، الياء نأخذ مثالا آخر سمع وأخيرا حضر ننتقل إلى القسم الثاني وهو الفعل المعتل الآخر وهو ما كانت آخر حروفه الأصلية حرف علة وهي الواو، الألف، الياء كما ذكرنا نأخذ مثالا ألاحظ الفعل نما انتهى بحرف من حرف من حروف العلة وهو الألف الفعل سعى الفعل سعى فنما فنما مضارعه ينمو نلاحظ أن الفعل في المضارع انتهى بواو، أي أن أصل الألف في الفعل نما هو الواو الطريقة الثانية سعى نلاحظ أن آخر المصدر حرف الياء أي أن أصل الألف في الفعل سعى الياء أقرأ الفقرة الآتية وألاحظ الكلمات الملونة وصل الجيش مؤتة وحين استشرف المسلمون عدوهم رأوا صفوفا لا آخر لها وأعدادا تفوق الحصر ونظروا إلى عددهم القليل فوجموا وقال بعضهم فلنبعث إلى رسول الله نخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بالزحف فنطيع بيد أن ابن رواحة دع الجند إلى القتال قائلا إنا والله ما نقاتل أعداءنا بعدد ولا قوة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به النشاط الأول أصنف الأفعال التي تحتها خط في الفقرة السابقة إلى أفعال صحيحة ومعتلة لديكم ثلاث دقائق للإجابة عن هذا السؤال والآن نستعرض الإجابة معاً أذكركم أعزاء الطلبة والطالبات في سؤال التصنيف أنه علينا أن ننظر إلى الحروف الأصلية للفعل حتى نستطيع أن نصنفه تصنيفاً صحيحاً ألاحظ الفعل وصل الفعل وصل بدأ بواو أي أنه بدأ بحرف من حروف العلة لذا فهو فعل معتل الأول ويسمى مثال الفعل رأوا فعل معتل الآخر لأن أصل الفعل رأى ويسمى فعل ناقص قال فعل معتل الثاني أي أجوف لأن الفعل الحرف الثاني منه هو الألف وهو حرف من حروف العلة فلنبعث أصل الفعل بعث إذا فهو فعل صحيح لأن حروفه خلت من حروف العلة نطيع فعل معتل الثاني أي فعل أجوف لأن أصل الفعل طاعة دعا فعل معتل الثاني الأخر لأن آخره حرف من حروف العلة ويسمى فعل ناقص نقاتل فعل صحيح لأن الأحرف الأصلية للفعل قتل وجمو فعل معتل الأول ويسمى فعلا مثال لأنه بدأ بحرف من حروف العلة وهو الواو نستنتج أن الفعل المعتل ينقسم إلى ثلاثة أقصى ما هي؟ أولا الفعل المعتل الأول ويسمى مثالا مثل وعد يئسا الفعل المعتل الوسط ويسمى أجوف مثل سارة صالة ثالثا الفعل المعتل الآخر ويسمى ناقصا مثل بنى ودعا أولا الفعل المثال النشاط الأول أحدد الفعل المعتل في الجمل الآتية ثم أكمل الجدول لديكم أربع دقائق للإجابة عن هذا السؤال والآن نستعرض الإجابة معا الجملة الأولى يقف الطلاب بانتظام أين الفعل المعتل في الجملة؟ يقف الجذر الواو القاف الفا حرف العلة وموضعه الواو بداية الفعل ما نوع الفعل إذن؟ مثال واوي سمي الفعل مثالا واوي لأن حرف العلة الواو جاء بداية الفعل الجملة الثانية يواصل محمد عمله بانتظام أين الفعل المعتل في الجملة؟ يواصل الجذر الواو الصاد اللام أين حرف العلة وموضعه؟ الواو أيضا بداية الفعل إذن ما نوع الفعل؟ مثال واوي الجملة الثالثة ما يئس المؤمن من رحمة الله؟ أين الفعل المعتل؟ يئس الجذر الياء الهمزة السين أين حرف العلة وموضعه؟ الياء بداية الفعل إذن نوع الفعل مثال يا أي النشاط الثاني أسند كل فعل من الأفعال الماضية الآتية إلى الضمائر في الجدول الآتي لديكم ست دقائق للإجابة عن هذا السؤال والآن نستارض الإجابة نستمعاً الفعل وعدا كيف أسنده إلى تاء الفاعل؟ وعدت ناء الفاعلين وعدنا ألف الاثنين وعدا وو الجماعة وعدوا نون النسوة وعدنا ننتقل إلى الفعل الثاني وصل تاء الفاعل وصلت ناء الفاعلين وصلنا ألف الاثنين وصلا وو الجماعة وصلوا نون النسوة وصلنا الفعل الثالث وقف عند إسناده إلى تاء الفاعل يصبح وقفت ناء الفاعلين وقفنا ألف الاثنين وقفا وو الجماعة وقفوا نون النسوة وقفنا النشاط النشاط الثالث أسند كل فعل من الأفعال المضارية الآتية إلى الضمائر في الجدول الآتي لديكم ست دقائق للإجابة عن هذا السؤال هيا بنا نستعرض الإجابة الصحيحة معا الفعل الأول يقع عند إسناده إلى ألف الاثنين يصبحوا يصبحوا يقعان يصبحوا يقعان وو الجماعة يقعون ياء المخاطبة تقعين أما نون النسوة يقعنا الفعل الثالث الفعل الثاني ييأس عند إسناده إلى ألف الاثنين ييأسان وو الجماعة ييأسون ياء المخاطبة تيأسين أما نون النسوة أما نون النسوة ييأسنا الفعل الثالث يعظ عند إسناده إلى ألف الاثنين يصبحوا يقعان وو الجماعة يعظون ياء المخاطبة تعظين وأخيرا نون النسوة يعظنا النشاط الرابع أحول الفعل الماضي المعتلى الأول وقف إلى فعل أمر ثم أسنده إلى الضمائر في الجدول الآتي لديكم 6 دقائق للإجابة عن هذا السؤال والآن لنستعرض الإجابة معا وقف عند تحويله إلى فعل أمر يصبح يصبح قف وعند إسناده إلى ألف الاثنين يصبح قف وعند إسناده إلى واو الجماعة قف أما ياء المخاطبة قفي وأخيرا نون النسوة قف نستنتج أن الفعل المثال أي الفعل المعتل الأول إذا كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا لا يحدث فيه أي تغيير عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتصلة علما وأن الواو تحذف من الفعل المثال عند تحويله إلى صيغة المضارع أو الأمر إذا كان ثلاثيا وصل يصل صل وتبقى إذا كان غير ثلاثي وصل يواصل واصل نأخذ مثالا وعد عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتصلة يصبح وعدت وعدنا وعد وعد وعدنا وعدنا الفعل المضارع يعد عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتصلة يصبح يعدان يعدون تعدين يعدنا الفعل الأمر واجه عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتصلة واجه 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 واجهنا ثانيا الفعل الأجوث النشاط الأول أحدد الفعل المعتلى في الأمثلة الآتية ثم أبين جذره ونوعه لديكم ست دقائق للإجابة عن هذا السؤال والآن نستعرض الإجابة معا الجملة الأولى يصوم المسلمون شهر رمضان أين الفعل المعتل؟ يصوم الماضي منه صام حرف العلة وموضعه الألف وسط الفعل ما هو الجذر اللغوي للفعل؟ الصاد الواو الميم إذن ما نوع الفعل؟ أجوف ووي وسمي ووي لأن حرف العلة فيه هو الواو يسير الولد على نهج أبيه الفعل المعتل يسير الماضي منه سارة حرف العلة وموضعه الألف وسط الفعل ما هو الجذر اللغوي للفعل؟ السين الياء الراء ما نوع الفعل؟ أجوف يا أي المثال الثالث ينال المحسن أجره من الله الفعل المعتل ينال الماضي منه نال حرف العلة وموضعه الألف وسط الفعل ما هو الجذر اللغوي للفعل؟ نوال إذن نوع الفعل أجوف ووي ننتقل الآن إلى الاستنتاج استنتج أن الفعل الأجوف نوعان ووي وهو ما كانت الألف فيه منقلبة عن وو صالة صولة النوع الثاني يا أي وهو ما كانت الألف فيه منقلبة عن يا باع باع النشاط الثاني أسند أسند كل فعل من الأفعال الماضية معتلة الوسط معتلة الوسط الآتية إلى الضمائر في الجدول الآتي لديكم ست دقائق للإجابة عن هذا السؤال والآن نستعرض الإجابة معا الفعل الأول سادة عند إسناده إلى تاء الفاعل يصبح ست ناء الفاعلين ناء الفاعلين سدنا ألف الاثنين سادة واو الجماعة سادة نون النسوة سدنا الفعل الثاني الفعل الثاني باع عند إسناده إلى تاء الفاعل بعت ناء الفاعلين بيعنا ألف الاثنين باع واو الجماعة باعوا أما نون النسوة بيعنا الفعل الأخير قال عند إسناده إلى تاء الفاعل يصبح قلت ناء الفاعلين قلنا ألف الاثنين قالا واو الجماعة قالوا نون النسوة قلنا نستنتج أن الفعل الماضي الأجوف يحدف وسطه إذا أسند إلى ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل ناء الفاعلين ونون النسوة أما إذا أسند إلى ضمائر الرفع الساكنة ألف الاثنين واو الجماعة فلا يحدف وسطه أي لا يحدث فيه أي تغيير النشاط الثالث أسند كل فعل من الأفعال المضارعة معتلة الوسط الاثية إلى الضمائر في الجدول الآتي لديكم ست دقائق للإجابة عن هذا السؤال والآن والآن نستعرض يسير يسير عند إسناده إلى ألف الاثنين يسيران يسيران واو الجماعة يسيرون أما ياء المخاطبة تسيرين ونون النسوة يسرنا النشاط الرابع أحول الفعل الماضي المعتل الوسط جاب عاد إلى فعل أمر ثم أسنده إلى الضمائر في الجدول الآتي لديكم ست دقائق للإجابة عن هذا السؤال والآن نستعرض الإجابة معا جاب عند تحويله إلى فعل أمر يصبح جب عند إسناده إلى ألف الاثنين يصبح جوبا وعند إسناده إلى واو الجماعة جوب وعند إسناده إلى ياء المخاطبة جوبي وأخيرا نون النسوة جبن ننتقل إلى الفعل الثاني عاد عند تحويله إلى فعل أمر يصبح عد وعند إسناده إلى ألف الاثنين عودا واو الجماعة عود ياء المخاطبة عودي وأخيرا نون النسوة عدنا نستنتج أن الفعل الأجوثة إذا كان مضارعا أو أمرا يحذف وسطه عند إسناده إلى ضمير الرفع المتحرك أما إذا أسند إلى ضمائر الرفع الساكنة فلا يحذف وسطه أي لا يحدث فيه تغيير لنلخص معا درسنا اليوم في خريطة مفاهيمية إسناد الأفعال المعتلة إلى الضمائر فعل معتل الأول مثال ينقسم إلى قسمين مثال واوي مثل وعد ومثال ياء مثل يائس الفعل المثال إذا كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا لا يحدث فيه أي تغيير عند إسناده إلى ضمائر الرفع المتصلة النوع الثاني فعل معتل الوسط أجوف ينقسم أيضا إلى جزئين أجوف واوي مثل قام وأجوف يائي مثل باع إذا كان ماضيا يحذف وسطه إذا أسند إلى ضمائر الرفع المتحرك تاء الفاعل ناء الفاعلين ونون النسوة ولا يحذف وسطه إذا أسند إلى ضمائر الرفع الساكنة أما إذا كان مضارعا أو أمرا يحذف وسطه عند إسناده إلى ضمير الرفع المتحرك نون النسوة أما إذا أسند إلى ضمائر الرفع الساكنة فلا يحذف وسطه والآن مع النشاط الختامي السؤال الأول أختاروا الإجابة الصحيحة مما يأتي لديكم ثلاث دقائق للإجابة عن هذا السؤال نستارض الإجابة الصحيحة معا الجملة الأولى ينعى الزهر لأن سعادة مهتمة به نوع الفعل في الجملة السابقة هو فعل معتل مثال يا أي معتل لأن به حرف من حروف العلة ما موقع حرف العلة؟ جاء حرف العلة في بداية الفعل لذا سمي مثال ما هو حرف العلة؟ الياء لذلك قلنا بأنه يا أي الجملة الثانية فاز الطالب بكأس البطولة نوع الفعل في الجملة السابقة هو فعل معتل أجوف ووي ما هو جذر الفعل؟ فا وزا إذن حرف الواو جاء في وسط الفعل لذا قلنا بأنه أجوف ووي الجملة الثالثة سر نحو الثرية نوع الفعل في الجملة السابقة هو فعل معتل أجوف يا أي ما هو جذر الفعل؟ السين السين الياء الراء لذا قلنا بأنه أجوف يا أي السؤال الثاني أقرأ الفقرة الآتية ثم أستبدل بكلمة المرأة كلمة النسوة وأغير ما يلزم لديكم ست دقائق للإجابة عن هذا السؤال والآن لنقرأ الفقرة معاً إن المرأة العربية قامت بدور مهم في الفتوحات الإسلامية فكانت تعين الرجال في ميدان القتال تعالج الجرحة وتذود عن دينها ولا تهاب الموتى في سبيل عقيدتها وقد سجلت تاريخ أنها خاضت الحرب وجالت في ميدان المعركة كما فعلت نسيبة بنت كعب الأنصارية في غسوة أحد عند استبدال كلمة المرأة بكلمة النسوة تصبح الإجابة إن النسوة العربيات قمنا بدور مهم في الفتوحات الإسلامية فكنا يعن الرجال في ميدان القتال يعالجنا الجرحة ويذدنا عن دينهن ولا يهبنا الموتى في سبيل عقيدتهم وقد سجلت تاريخ أنهن خضن الحرب وجلن في ميدان المعركة كما فعلت نسيبة بنت كعب الأنصارية في غزوة أحد السؤال الثالث أخاطب بالعبارة الآتية المفرد المؤنث والمثنى والجمع بنوعيهما مغيراً ما يلزم لديكم أربع دقائق للإجابة عن هذا السؤال والآن نستعرض الإجابة الصحيحة معاً صن نفسك عن الحسد تعيش مرتاح الضمير عند تحويله إلى المفرد المؤنث نقول صوني نفسك عن الحسد تعيش مرتاح الضمير في حالة المثنى نقول صون نفسيكما عن الحسد تعيش مرتاحي الضمير جمع المذكر صونوا أنفسكم عن الحسد تعيش مرتاحي الضمير وأخيراً جمع المؤنث صن أنفسكم عن الحسد تعيش مرتاحات الضمير وبذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم أتمنى لكم التوفيق ونراكم في دروس أخرى قادمة